في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى بلدة يودو بمقاطعة جيانشي وهناك نتعرف على الحياة البرية نأخذكم عبر التاريخ ونكتشف أسرار أبناء هاكر فاستغرق الرحلة إلى هنا من بكين بالطاهرة نحو ثلاث ساعات ولأول وهلة تبدو يودو كأي بلدة أخرى في جنوب شرقي الصين لكنني أتوجه إلى الجبال لأرى تضاريص المكان لعلي أكتشف مزاياه ومحطة الأولى هي بينشان جبل مقدس يقصده المحليون الذين يرغبون في رؤية منظر بديع ہم لا توجد لعلي أمس لحظة حديث أمس الأن لماذا لا تتعلم بحث وكذلك نعم بحث تحديد محبوب وحبوب وحبوب حسنا لا يوجد محبوب لا يزال لدي طاقة للوصول إلى معبد اللوتس الذهبية وهو محصص لبوذية الزن التي تضور حول ممارسة التأمل وتتناغم تماما مع حالة الهدوء والسلام التي تسود قمة هذا الجبل تناغم ممارسة التأمل على العديد من الفوائد لكن لا يمكن للنوم في المعبد لهذا سأقوم في منتجع مزرعة بنشان وسط الغابة البكر الشاسعة يوافر المكان أكواخا خشبية مجهزة بكل الأدوات العصرية ما يضعك في موقف صعب من الاختيار بين التأمل وبين مشاهدة التلفاز أميزة 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 الصغرية والسلام والسلام والسرحة والسلام والسرحة فهذا كيف يمكن أن أعجب حينما تتجول في المنتجع ستكتشف الروح التي تتمتع بها يدو وأنها لا تكمن في جبالها فحسب بل أيضا في مصادرها المائية التي تغذي هذه البيئة الخضراء وبالتالي ترتع الأبقار الحلوب على هضاب بنشان اشتركوا في القناة 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 الصغار اسم لجوما يستمر جدا تحديث جدا تحديث جدا وأشتركوا في القناة وجدنا ل Kunنزل عدد تحديات المباشرة حال الأماد السعراء المباشرة مرحل 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 سوف نحن مرحل لكي لا يلقى أتى هذا هو قد يكون لحظة في مرحلة فلحة الأمر يتجب أن يتجب أن يتجب أن تجب الى بعض التجب لحظة القرية لحظة نوم مرحل لحظة القرية تح Lead لماذا ت دون المعروض لدينا هذه المسارة به؟ هناك ملائك بشكل جوائل، ملابش ملائك هناك أعين الأنعين؟ أعين الأنعين حسنًا أعين الأنعين؟ أعين الأنعين في دون المعروض، يتواجدب في دون مصاب umaلة فكرة أتواج أربعة أربعة أسابت أبداً فما يبقى بالمعروض سأفعه؟ سأفعي لا أحفل كثيرا بوصف هذا الشعور لكن لو كانت ممتجات الزبادي تصنع هنا لتناولت وجبة شهية oh that is really good it does taste a bit different to normal milk it even tastes a little bit grassy just a little bit warm but is so so it's so good if you've never had um fresh terrain special you've got to try it لاحقاً أتعرف على الدور الكبير الذي لعبته يودو في أصعب الأوقات المصيرية في تاريخ الصين الحديث وألقى بمن تأثرت حياتهم جراء ذلك في هذه الحلقة من السياحة في الصين أتوجه إلى بلدة يودو بمقاطعة جيانشي وهناك نتعرف على الحياة البرية نأخذكم عبر التاريخ ونكتشف أصرار أبناء هاكا بعيداً عن الحداثة التي تهيمن حالياً على المكان تخفي البلدة وراءها تاريخاً رائعاً فمن هنا انطلقت المسيرة الملحمية الطويلة للرئيس الراحل ماو والجيش الأحمر قطعوا خلالها نحو ثلاثة أضعاف عرض قارة أمريكا الشمالية وينظر إليها كواحدة من الحلقات الهامة التي شكلت الصين الحديثة رغم أن ذلك لا يتضح للعيان من الوهلة الأولى إلا أن أسطورة الجيش الأحمر بقيادة ماو لا تزال متأصلة في حياة المحليين رائعاً 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 غريعاً رائعاً سيدة رائعاً 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 جميعاً جميع الهدو يقول السيد شياو أحد عشاق جمع الهدايا التذكارية إن الحدايا التذكارية الماوية تحمله إلى مرحلة زمانية متباينة جدا لا يمكن نسيانها يبدو أن بعض الناس ما زالوا يستوطنون الريف هل أكثر من هذا الأمر؟ تعمل هذه المدينة؟ — تعمل هذه المدينة تعمل؟ تعمل هذه المدينة تعمل هذا كذلك؟ لكن看来现在你们都不怎么爱穿这种鞋了吧 还是会穿 上船的时候砍材了 这样呢 这很好 原来还有谁会穿这个草鞋 毛主席都穿过 是吧 都整理都穿过 咱们这个草鞋一般用多久就得淘汰了 最多20天 最多20天 我看这边好像是已经编好的 有有 我穿一下试试 可以 我看得像这个 应该很渣 给脚做按摩 这个怎么记上 我长得那么大还不会记 不会记鞋的 它看得像是材料 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 对你觉得很难 对我感觉很难 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 你会需要 对我感觉很难 有钱 有钱 有肉 有肉 有鸡 有鸡 还有鸡 还有果然 还有果然 最重要的 يبدو خلاصه شيئا غريبا علي لكن هناك آخرون كفر مثل السيد جاء يعتنون بمقابر لجنود من الجيش الأحمر لم يلتقوا بهم أبدا أما الذين ليس لديهم مقابر يقومون على خدمتها فلديهم طرق أخرى للتعبير عن امتنانهم غالبا ما تصادف فرقا غنائية للهواف الحضائق العامة بجميع أنحاء الصين لكن هذه الفرقة تبدو مختلفة قليلا ترجمة نانسي 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 قليلا إبعينة كنت أسمى أنctاء البعضを أصبح القادمة but I did not expect such a huge turn up but I guess it makes sense since right over there is the port where the Red Army started off on the Long March موسيقى لاحقا ألتقي بأبناء هاكا الذين يعيشون في جميع أمحاء جنوبي الصين وجنوب شرقي أسيا وأحاول اكتشاف ما يتسمون به من مزايا الآن نشعر بجو جنوبي الصين قد وصلت إلى قرية شنباو موطن التجمع الكبير لأبناء هاكا وقاعات أسلاف عائلة جون جميعا نحن الآن بشكل نجزيل Yoodoo's population consists of hacker people they weren't originally from here they migrated several centuries ago from the central plains further up north but these days it's quite hard to distinguish the difference between hacker people and Han Chinese they wear the same clothes they speak the same language ليست نفس الشيء انا نظر أن يكون الأفضل العقاية في تفصيل الانسرطة فم الاجتماعين يوجد هنا عن دمس بشكل صباح، يجب أن يقلون في حدث موجود لأن المعقاية التفصيل الاجتماعين في حدث موجود يجب أن يت很لم عن جدا، وي من الاجتماعين أود أن أعرف ما يميز أبناء هاق عن غيرهم لذلك رتبت موعدا مع سيدة المطلعة تدعى لهم هذا الفتورية حصل على التكنية هذا الفتورية حصل على طويل مدقات وقد تستيق طويل هذه المختصة وقد اشت riلمتهم وهذا في توفي البقية قم مخلوقهم مختلف مختلف عن غيرهم وقد تحض牲ت عليها وقد تحت كان مثل هذا في تحضر تحضرنا عمًا جداً لذلك هوا مثلاً تم تلكم مبتاعد المناسب ليس فإن الدم تحضرنا عمًا جداً تم تحضرنا 8 طويل نعم هذا مجد جميعون هذا يمكن أن يكون الجدوان opensذر تلك الهدوان لأنهم لك تكون هذا الهدوان نعم 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 ترجمة نانسي قام نعم 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 جد نعم 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 المترجم للقناة المترجم للقناة عرفت أن هذه الرقصة غالباً ما تؤدى في المناسبات المهمة كحفلات الزفاف حيث تقام في قاعة الأسلاف أملاً في جلب الحظ السعيد للعروسين كلمة هكا تعني الضيف وهو ما يشير ضمناً إلى الفترة التي أجبروا فيها على الهجرة جنوباً هرباً من الحروب والمجاعات وبسبب هذا النزوح يبدأ أبناؤها كقدراً عالياً من الاحترام لأسلافهم من خلال التمسك بالتقاليد وأحياء العادات القديمة في موطنهم الجديد موطنهم الجديد موطنهم الجديد وكما تعني زرف الأملاً النزوحية سيتمين وكما تعني الزفاف هذا ما يريد مع سółأ ثف Θب كان هذا الأسلاحي Hall ذرف هذر يوجد هناك ثانوس وكما يوجد هناك ثانوس دفع الزفاف عندcych 인صر Ginsburg اليود تتوق είναι ترني يمكن تم وقت هذه تتم além كيف أو تلني ماذا يفعل ؟ أحيد سأشعر بسرعة هذا يموت هذا يموت ماذا يفعل منه أي شخص يجب أن يبقى منه تستطيع ان أشعر البعض انت أجد رسالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما عنني لم انجح في العسف الا انني قررت حضور هذا الحفل يا له من حفل منظم موكب كامل محمل بالهدايا يسير على الاقدام طوال الطريق الى بيت العروس لاستحابها وقد يستغرق احيانا بضعة ايام لو كان العروس في منطقة بعيدة نحن الان عند بيت العروس لكن اسرتها لن تسلمها دون مقاومة ونعلم جميعا ان افضل طريق الانتزاع هي الهدية النقدية ان الامر لا يعد عن كونه نوعا من المرح وبمجرد تقديم الهدايا يخرج علينا العروس ترجمة نانسي قنقر هناك عدة معان رمزية فبعد ابداء احترام لاسلافها تحمل العروس لتمر فوق دلو به سبع فتائل شمعية ما يرمز الى الحظ السعيد ثم تحمل في محفة الى ان تصل الى قاعة اسلاف العريس بينما نسير نحن على الاقدام لا تتخطى العروس عتبة البيت الا وهي محمولة على ظهر عريسها ما يتشابه تماما مع طقوس الزواج في الغرب والان يقوم اهل العريس باختبار ضبط النفس لدى العروس ترجمة نانسي قنقر وبدلا من تناول الكاك تلطخ وجوه الحاضرين بطلاء احمر كنوع من الدعابة وهناك ايضا وسيلة اخرى اكثر واقعية للحصول على الطلاء الاحمر اخيرا حضيط العروس بالقبول لدى الاسرة وعلى الفور يشرب العروسان في آن نخبهما وهو عبارة عن قدح من النبيذ بداخله بيضا ولا يتبقى الان سوى اخبار الاسلاف الراحلين بالعضو المنتسب حديثا الى الاسرة وليس هناك وسيلة الى ذلك الا عبر حرق بعض الورق وهي طريقة صينية للتواصل مع الموتى ها قد وصلنا الى اللحظة الحاسمة اذ تكشف الطرحة عن وجه العروس انها جميلة حقا بينما يرتسم على وجه العريس علامات الرضا والصرور ما اروعه من زفاف وكالعادة دائما لا يخل حفل زفاف من وليمة كبيرة لإكرام الضيوف اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة